بسم الله الرحمن الرحيم وقعت فيها درجة الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية وماتت بالفعل كل مظاهر الحياة تعطلت وأصبحت بقعة ميتة لملايين السنين استمر هذا الأمر ثم بالتدريج عادت الحياة وعادت الكائنات الحية والنباتات وغيرها إلى هذه الأرض سبحان الله يعني شيء عجيب الله تعالى يقول ويحيي الأرض بعد موتها سبحان الله وقال في آية أخرى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بالله عليكم كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك أرض ميتة يمكن أن يحييها الله كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها انظروا إلى الدقة أيها الأحبة الأرض الميتة أحييناها وبالفعل هناك بقاع من العالم كانت ميتة تماما فأحياها الله لا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله حتى يتبين لهم أنه الحق